شارك سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز في احتفال مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية باليوبيل المسي الحفل أقيم برعاية فخمة رئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبحضور عدد من رؤساء القضاء الإداري والمحاكمة الإدارية من الدول العربية والأجنبية وذلك بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسه وبهذه المناسبة تقدم المستشار عبدالله البوعينين بأسماءات الثاني والتبركات لجمهورية مصر العربية بذكرى تأسيس مجلس الدولة مشيرا إلى أن العلاقات البحرينية المصرية علاقات عميقة تستند على أسس شراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات لا سيما في المجال القضائي والعدلي حيث يتطلع المجلس الأعلى للقضاء إلى مزيد من التعاون المشترك مضيفا بأن مجلس الدولة المصري رائد في القضاء الإداري في الوطن العربي ويحرص على دفع العمل المشترك بين الدول العربية لنقل التجارب في القضاء وتبادل الخبرات